اشتركوا في القناة الموافق الثامن عشر من مارس من العام الفين واحد وعشرين وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدأ فقرة التحيل الفني نطلع على اهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولها التأثير الكبير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا اليوم خبر الفائدة على الليرا التركية في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة ثم سوف يليه خطاب للسيدة لاغارد في تمام التوقيت وهو سوف يؤثر على اليورو بشكل مباشر ثم سوف يكون لدينا خبر الفائدة على الجنيل الاسترليني في تمام الساعة الثانية او الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي نفس التوقيت سوف يكون لدينا محضر اتماع لجنة السياسة النقدية على الباوند البريطاني وايضا سوف يكون لدينا بعض البيانات الهامة على الدولار الامريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء واهم مؤشر في لادلفيا للصناعات التحويلية ومعدلات الشكاوى من البطالة اذا اخواني العزاء ننتقل الى فقرة التحليل الفني ونبتدأ بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ اخواني العزاء ان مؤشر الدولار الامريكي وقد تحدثنا يوم الامس وحذرنا من الحركة العنيفة والتذبذبات الذي قد تصيب الاسواق بسبب خبر الفائدة على الدولار الامريكي وخطاب السيد جيرم باول وشاهدنا اخواني العزاء انه في هذه التوقيت حصل تذبذب عالي وتمكن مؤشر الدولار الامريكي من كسر خط الاتجاه الصاعد وكسر المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم وذلك بعد ان تم تثبيت خبر الفائدة فحصل هذا التراجع والهبوط في الدولار الامريكي وحتى اللحظة يحاول الدولار الامريكي العودة لاعادة اختبار خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره وبشكل عام في حال تمكن المؤشر الدولار الامريكي من العودة واختراق مستويات 92 فسوف يستعيد الدولار قوته اما استمرارية التداولات دون مستويات 92 فقد تكبد الدولار الامريكي الكثير وسوف نشاهد هذا التراجع الذي اصاب مؤشر الدولار الامريكي يوم الامس كيف استطاع ان يؤثر على الدولار بالسلب وان ينتعش ملك الملاذات الامنة الذهب جراء هذا التراجع اذا اخواني العزان انتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ ان زوج اليورو دولار وبالتزامن مع الخبر ناجح اختراق المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم ونجح ايضا باختراق خط الاتجاه الهابط واقترب من تحقيق مستويات الواحد فاصلة عشرون الف وحاليا يحاول اعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم واعادة اختبار اختراق خط الاتجاه الهابط وبشكل عام في حال استمرت الاسعار اعلى مستويات الواحد فاصلة تسيطعش الف فمن المتوقع ان يستأنف السعر الصعود ليستهدف مستويات الواحد فاصلة واحد وعشرون الف ومائتين اما عودة الاسعار ادنى مستويات الواحد فاصلة تسعتاش الف فقد تعيد زوج اليورو دولار في طور النطاق السلبي الذي يستهدف مستويات الواحد فاصلة تمنطاش الف اذا اخواني العزان انتقل الى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ ان زوج الباون دولار هو الاخر لا زال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة ونجح بالارتداد اعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم وحتى اللحظة استمرارية التداولات بهذا الشكل اعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم واعلى الدعوم المحورية تعزز من استمرارية الزوج في الانطلاق نحو مستويات الواحد فاصلة اربعون الف و 1.41 ألف خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديين الملقب بالمجنون ونلاحظ أن المجنون قد نجح فعليا ومن منظور فني بحث بالتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونجح بالتماسك أعلى نقطة البايفيت المحور الماثلة عن مستويات 151 هذا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والاندفاع نحو مستويات وحقق بالفعل مستويات 152 كهدف أولي وحاليا نتحضر للانطلاق نحو مستويات 153 و 154 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ومثل ما تحدثنا يوم الأمست استمرارية التداولات أعلى الـ Up Trend Line خط الاتجاه الصاعد والمتوسط المتحرك لا تزال تضع الزوج في طور الإيجابية ونجح الزوج بتحقيق الهدف الأول ماثل عند مستويات 0.78 ألف ويقترب لتحقيق الهدف الثاني الماثل عند مستويات 0.79 ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولاريان ونلاحظ أن زوج الدولاريان برغم من تراجع الدولار الأمريكي إلا أنه يتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم محاولا استعادة الزخم الصاعد والاندفاع نحو مستويات 110.400 كهدف رئيسي وبشكل فني بحث استمرارية الأسعار بالتداول أعلى مستويات 108 لا تزال تضع الزوج في طور الإيجابية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وقد شاهدنا يوم الأمس بعد أن نجحت الأسعار بالارتداد أعلى مستويات 7.50 قد وصل الزوج إلى مستويات 7.63 خلال التداولات السابقة ولكن سرعان ما تم الإعلان عن خبر الفائدة على الدولار إلا أن تراجع الدولار ليعود بالأسعار إلى نقطة المحور ونقطة البايفيت ومفتاح التداول لهذا اليوم وهو مستوى 7.50 وقد نوهنا كثيرا عن مستوى سعر 7.50 وأهميته في التداول حيث أن الأسعار إذا نجحت بكسر مستويات 7.50 فسوف يستأنف السعر الهبوط ويهوي إلى مستويات 7.20 أما لو نجحت الأسعار بالعودة على مستويات 7.50 فسوف يستعيد السعر الزخم الصاعد وينطلق نحن مستويات 7.79 ويجب الحذر الشديد لأن اليوم سوف يكون لدينا خبر الفائدة على الليرة التركية مما يسبب تذبذب وتحرك قوي جدا على الزوج ويفضل الانتظار حتى تظهر النتيجة وتستقر الأسعار من أجل التداول بشكل صحيح إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين لا يزال يتداول في ظل النطاق الإيجابي الصاعد وبشكل مستقر أعلى مستويات 52 ألف دولار والاستمرارية بهذه التداولات أعلى المتوسط المتحرك وبتلقي الزخم الصاعد من خلال مؤشر التذبذب بستوكستيك لا تزال تمنح البيتكوين بعض من الإيجابية للانطلاق نحن تحقيق الهدف الأول الماثل عن نستويات 60 ألف دولار و 66 ألف دولار كأهداف على المدى المتوسط إذن الله تعالى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب لا يزال يقاتل من أجل استعادة بريقه مجددا ولا يزال يحاول استغلال الفرصة الأخيرة ويحاول الخروج من تحت الضغط السلبي وذلك في حال تمكن من تأكيد اختراق خط الاتجاه الهابط الماضح أمامكم باللون الأزرق وحاليا يحاول السعر إعادة اختبار هذا الخط وفي حال تمكنت الأسعار من الإغلاقات والثبات وتأكيد الثبات أعلى خط الاتجاه الهابط من الممكن أن نشاهد اندفاع لاستهداف مستويات 1765 حيث أن هذا المستوى هو نقطة المحور ونقطة البايفيت القادمة واختراق مستويات 1765 دولار للأنصة الواحدة تمنح الذهب المزيد من الإيجابية وتعزز من فرصة استعادة المسار الإيجابي الصاعد والانطلاق نحو مستويات 1800 دولار للأنصة الواحدة و1827 خلال التداولات متوسطة الأجل القادمة إذن أخواني العزاء وبشكل عام شرط استمرارية الإيجابية لملك الملاذات الآمنة هو الثبات أعلى مستويات 1725 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام قد تراجع ولا زال تعرض لمزيد من الضغوط السلبية وذلك باستمرار التداولات أسفل متوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبشكل عام استمرارية التداولات أعلى مستويات 53 دولار للبرميل الواحد لا تزال تضع النفط الخام في طور الإيجابية أما كسر مستويات 63 دولار عفوا للبرميل الواحد فهي قد تدخل النفط الخام في موجة صحيفية هابطة عميقة جدا قد تهوي به إلى مستويات 60 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني العزاء ننطلق إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة هي الأخرى متأثرة بملك الملاذات الآمنة الذهب تحاول استعادة المسار الصاعد واختراق مستويات 26.400 والذي تمثل عن نقطة البايفيت ونقطة المحور للفضة فبشكل فني بحث في حال تمكنت الأسعار من تأكيد اختراق مستويات 26.400 بناء على قاعدة السلوك السعري قد نشاهد انطلاق الفضة نحو مستويات 28 دولار و30 دولار خلال التداولات القادمة ولكن بشرط وحيد وهو تأكيد اختراق مستوى 26.400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي هو الآخر لا يزال يتعرض لمزيد من الضغوط السلبية وذلك باستمرارية التداولات ودون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والتداولات بهذا الشكل سوف تكلف الغاز الطبيعي الكثير وقد تهوي به إلى مستويات 2.400 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الغاز الطبيعي التحرر من القيود السلبية إلا باختراق مستويات 2.600 إذن أخواني العزاء ننطلق إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونبارك لكم الاقتراب من تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عن مستويات 33.350 وحاليا نشاهد أن مؤشر الداو جونز قد كون قمة تاريخية جديدة وقد كون رقم قياسي جديد مثل ما توقعنا ومثل ما تحدثنا في التحليلات السابقة حيث أن استمرارية التداولات أعلى مستويات 32.700 لا تزال تضع مؤشر الداو جونز في طور الإيجابية المفرطة الذي تستهدف مستويات 33.350 كهدف قادم خلال الجلسات القادمة وبشكل فني بحث استمرارية التداولات أعلى 32.700 لا تزال تضع الداو جونز في طور الإيجابية البحثة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر SP500 Standard & Poor's 500 ونلاحظ أن مؤشر Standard & Poor's متأثرا بارتفاع المؤشرات الأمريكية ناجحة بالعودة أعلى مستويات 3.950 وحاليا استمرارية التبات أعلى هذا الدعم تعزز من فرضية الانطلاق والزحف نحو تحقيق الهدف الأول الماثل عن مستويات 4.060 خلال التداولات القادمة ولا يزال SP500 مدعوما باستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا يزال متماسك بالزخم الصاعد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني الصناعي ونلاحظ أيضا أن مؤشر الدكس لا يزال يتماسك أعلى مستويات 14.500 ومثلما ذكرنا سابقا استمرارية التداولات أعلى الـ 4.500 تمنح الدكس المزيد من القوة للانطلاق نحو مستويات 14.815 خلال التداولات القادمة وبشرط وحيد وهو الحفاظ على الأسعار أعلى مستويات 14.500 وحذاري اليوم لأن هناك خطابات للسيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي ومن شأنها أن تؤثر على مؤشر الدكس الألماني الصناعي إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك والآخر يحاول التحرر من القيود السلبية وذلك بمحاولة اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واختراق المقاومة الماثلة عند مستويات 13.200 ومثل ما ذكرنا اختراق هذه المستويات والتبات أعلىها وتأكيد هذا الاختراق قد يمنح مؤشر النازدك قوة قادمة ينطلق من خلالها نحو الأهداف الماثلة عند مستويات 13.800 و14.300 خلال التداولات القادمة بإذن الله إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله